قررت محكمة الاستيناف في ولاية الإبراكنا إعادة محاكمة بيرام للداه العبيدي رئيس معاث الحركة الإنعتاقية ونائبه إبراهيم البلال تأتي إعادة المحاكمة في سياق حركة حقوقية وتضامن واسع مع السجناء في ألاق تشارك فيه منظمات حقوقية دولية ومحلية لوضع حد لحبس مرشح الرئاسيات السابق والحقوقي المطالب باستكمال تحرير الأرقاء في موريتانيا محكمة الاستيناف بألاق قررت نقل جلساتها المخصصة للنظر في الأحكام الصادرة بحق قادة إيرا المعتقلين في السجن المدني بألاق إلى دار الشباب بالمدينة في مسعى لوضع المحكمة التي ستتولى إعادة النظر في الموضوع في ظروف أمنية أفضل مما لو تمت المحاكمة في مقر المحكمة وتعتبر خطوة إعادة المحاكمة استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها هيئة الدفاع التي ترى أن الأحكام على قيادة إيرا كانت مشددة ولا تتلاءم مع التكيف التهم الذي جرت المحاكمة على أساسه ويأمل متابعنا للملف أن تشكل إعادة المحاكمة فرصة لتبرئة المتهمين أو تخفيف الأحكام عليهم بما يسمح بإطلاق صراحهم استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية والبطنية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر